السلام عليكم صديقي عاسق الكرة السورية وعاسق متخب سوريا لازالت خسارة المنتخب السوري تلقي بضلارة على الجماهير السورية ولازالت الجماهير السورية بتطور عن أسباب كوبرا السبب السوباء السبب ميداني السبب لا أحمد مدني السبب وبالتالي احنا في هذا الفيديو جلنا مرخص المباراة والحمد لله قد pamięنا نعرف أسباب خسارة المنتخب السوري أمام المنتخب كوريا الشمالي هذه الخسارة المفاجعة اللي خلت محمد المنتخب السوري بالتأوى للأدوار الاقصائية تعتبر شبيه انتحارية ولكن كنا ثقة في لسور قاسيون انهم ان شاء الله وبإذن الله رأيت خطوا المنتخب الياباني ورأي نشوفهم بالتصليات الاقصائية. عزيزي عاشق المنتخب السوري بتبنى منك نتشترك في القناة وتدعم القناة باللايك. جاهزين? انطلق. اول اسبات خسارة المنتخب السوري هو المدرنين بهكتور كوبر. اذا اللي ما كنت شايف من مبارانة ايام. عرفت انه كوبر قارئ المباراة بشكل خاطئ. وفعلا. بالخلال انتلخص اللي اعرض لكم اياه الحين. بخلال لفطات الحلقة راح تعرفوا انه كوبر كان مغطف بقراءة المباراة. انت قدام كوريا الشمالية عم تلعب بتحفظ دفاعي لش. حتى المدافعي متمركزين خطأ. فرص الانتخب كوريا الشمالية بشكل كبير كانت خطيرة لولا عند قاذات الحارس احمد مدنية. المتخب السوري كان بعاني بفراغات في دفاعها لرغم ان انت قاعد تلعب بخطة دفاعية الا ان الكتام مش عارف الدافع. وبالتالي شفنا فرص خطيرة للمتخب الكوري الشمالي كان قادر من خلال هيعسم المباراة حتى بالشب الاول. شفنا اردات فعل للمتخب السوري. اذا انت بدك لعب قدام كوريا الشمالية على مبدأ اردات الفعل. التحفظ الدفاع واللاعب على الهجمات المرتدة. كمان هذه مصيبة. مشان هيك انا بحمل هكتور كوبر عن خسارة بشكل كثير كبير في هاي المباراة. يعني انه انت قارع المباراة غضر. ثانيا بحمل على المهاجنين ورعونة على المهاجنين اسباب الخسارة. انت لم يسحلك فرصة فرص طيل. امام المرمى انت لا ستستغلهم. عما انك انت تضيعهم بالطريقة السادجة اللي احنا شايفين ها حاليا. بصراحة شيء مش طبيعي. انانية المهاجمين كمان كانت سبب واضح في خسارة على الملتخب السوري. نفس السيناريو منتخب استشتراليا. كم الضبت عند المباراة. هاي كوبي بيس. بس انت شارك استشتراليا عد كوريا الشمالية. انت قدام استشتراليا مع ضرب تلعب بدعف что الدفاع وتعتمد على الأجاوات المرتدة. قدام كوريا الشمالية. الفريق اللي اضعف منك على الوراء. المهارات اللي تصول بمستهار المتخب السوري. اللاعبين كفاءة لقفاءة لعبين منتخب السوري افضل لكفاءة لعبين المتخب الكوريا الشماني ابتلعب مع التحفظ دفاعي وبالتالي هاي هي نتيجة الجبل وهي نتيجة الخوف وهي نتيجة سوء قراءة المباراة يا مستر كوبر ضيعت المتخب السوري بسبب اسلوب تكتيكي عفى عليه الزماني من خمسة وعشرين سنة. انا لا احمل الا كوبر هاي الخسارة بالدرجة الاولى. بالدرجة التانية احمل المهاجمين بقيادة عمر السومة. اكبر خطأ او رجعت عمر السومة للانتخب لانه واضح ان عمر السومة راجع ومو جاعبانه للعرض. حركاته قليلة مهاجم بطيخ جدا مش عارف يعمل شيء عمام الاجم المرتدي. تبع الاجم المرتدي تكلع عيوة سريعة تتعمل معك الاجم المرتدي. هذا الشيء ما شفناه في المنتخب السوري. كنا نشوف هاجم مرتدي ولكن رعونة مهاجمين سيدة جدا. انانية المهاجمين ورعونة المهاجمين كانت كمان سبب ثاني لخسارة المنتخب السوري. طبعا وصلنا الدقائف الاخيرة. ما شفنا المنتخب السوري كذلك الملخص عم يهجم بشكل واضح. شفنا المنتخب السوري بده يطلع بالتعادل. طمعوا بالتعادل. عبثا ما يطمعوا بالفوز. وبالتالي لتيجة الفريق اللي يفكر بالتعادل هي الخسارة. انت قدام كوريا الشمالية كمان بده تطلع متعادل. هادي مصيبه عظمى. والله فرق الفوارق الفنية كانت واضحة على صالح المنتخب السوري. ولكن المنتخب السوري ما عرف انه يستغل الفوارق الفنية الواضحة اللي يفلق له. لانه بصراحة مدرب فكره عقيم. وبالتالي بالدقائط الاخيرة كرة عرضية من لاعب الكوريا الشمالي احمد مدنية. ما عرف لتعامل معاها وخروجه خاطئ. والعجان كمان تمركزه خاطئ. اللاعب الكوريا الشمالي بهدوء وبراحة وضعها في المربع الخالي. وبالتالي انتهت المباراة بفوضة منتخب الكوريا الشمالي واحد صفر على المنتخب سوريا كافت مهمة المنتخب السوري. ولكن المهمة ليست مستحيدة على المنتخب السوري ان شاء الله منتخب السوري قادر انه يعمل المفاجئة المنتخب الياباني هو اكتساح كامل في الواجهات التاريخية. ولكن نرمي التاريخ على جنب. ونركز على الوقت الحالي. امامنا فرصة. قادرين يا شباب. احنا المنتخب السوري. انا كعاشكم عن المنتخب السوري. احنا قادرين يا نصور ان نعمل المفاجأة امام المنتخب الياباني. لازم نقدم مباراة العمر. لازم نكون ايد وحدة. لازم نكون متكاتفين مقاتلين. حتى نقدر ننتصر على اليابان. وان شاء الله يوم الثلاثة منفرح بفوضة عن المنتخب السوري عن المنتخب الياباني. وبالتالي بنشوف سوريا باذن الله في الادوار الاخصارية. سلام يا كرام وكل التقدير والاحترام.